جواز حلم كبير لكل شاب وفتاة ويستاهل التضحية وربنا قال كده في القرآن حكى إن سيدنا موسى لما ساب بلده وبعدين راح لقى البنات بيسقوا المش عارفين يسقوا للأغنام بتاعتهم فساعدهم وبعدين راحوا حكوا لأبوهم سيدنا شعيب وجم أخدوه بعد كده عشان أبوهم يشكروا بيقولوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين بيقولوا ثمان سنين تشتغل وجوزك بنتي وسيدنا موسى اشتغلت ثمان عشر سنين دوري وفيها لفتة إشارية إن الجواز يستاهل إني أتعب عشان ربنا يجمعني بحبيبتي ثمان ولا عشر سنين من عمري شباب كتير عشان يتجوز حبيبته البنت اللي بيحبها أو البنت اللي بيحلم تكون حبيبته بيتعب ويضطر إن هو يشتري حاجات بالقصد ويجتهد ويشتغل اتنشر ستتاشر ساعة في اليوم الجواز يستاهل إنك أنت تعيش حلاقة حب جميلة حلال دي كلها حسنات وكلها نورانية للقلب مراتك دي أو جوزك ده ده الباب إلى الله سبحانه وتعالى وفي ناس تخش الفردوس الأعلى جنب الصحابة عشان العمل الصالح الكبير اللي في حياتهم إنهم أكرموا شريك الحياة فيستاهل تمن وعشر سنين كد وتحويش وتضحية عشان العلاقة الجميلة لكلها حب وشهوة يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى الإجتهاد من أجل طلب الزواج